اشتركوا في القناة هذه التجربة اللي انتي عشتها بطفولتك مع جدك المرحوم الى ابنائك اول اشي بشكرك ميس بس اول اشي بدي اقول لك كل سنة وانتي سالمة وانتي سالمة وانتي سالمة وانتي سالمة ميس بدي اشكرك على الكلام الطيب بدي احكي لك معركة الكرامة وكوني بحمل اسم مشهور حديثي الله يرحمه هو ارث ارث متعب لكن ارث جميل وبتمنى اني اكون قادرة ولو شوي اني اتحمل هذا الارث واني اقدر انقل لأولادي انا كل سنة من يوم ما وعي عبد الله وانا بحكي له يوم الام قصة معركة الكرامة وستمتعني انقلها لانه بحث انه ايلي جزء فيه ايلي نصيب صغير منها لكن احكي لك يا معلش شغلة بسيطة انا بتذكر وهذا من اثر جدي مشهور الله يرحمه انا كنت اشوف فيه صفات معينة اللي هي اعتقد انه هي كمان انعكاس لمعركة الرامة ونصرها وهي الصفات هي اللي خلتني عندي مبدأ معين بالحياة انه الحضارة والتغيير لا يتجزأ بالمعنى انه كان مثلا يؤمن بالامن الغذائي فكان يزرع يأكل من اللي بيزرعه يزرع التفاح يزرع الخضرة يزرع الزيتون كان يؤمن انه انت لازم كدولة تنجح في حياتها لازم يكون عندها صناعة فأسس مصنع للمياه وكان يؤمن انه لازم جزء دائم يكون عندك وطنية وقومية وحافظ على هذا الخط المستقيم بنقل المبادئ القومية والمبادئ والقيم العروبية فهذا الاشي علمني مبدأ بحياتي ودائما بحكيه لأولادي وبحاول انه انا اطبقه بحياتي اليومية اللي هو فعلا التغيير لا يتجزأ والحضارة لا تتجزأ بالمعنى اذا انا بدي اغير للأفضل وبيدي اعمل من اجل الاردن انا لازم اشتغل على جميع النواحي ولازم انا افكر في التغيير يعني الوسيلة للتغيير هي ان اغير من كل النواحي واشتغل على كل النواحي فهذا المبدأ نفسه خلاني انا مثلا احاول اني اشتغل عليه مع اولادي فابني لازم يقرأ ولازم يتعلم علوم ولازم يتعلم لغات وفي نفس الوقت لازم انقله فكرة القومية كل يوم اذكره انه هو عربي وانه عليه مسئولية صحيح طيب بالختام يمكن احنا خلص وقتنا بس انا خطر عبالي سؤال حبة ازلكية اذا منقدر نحكي صفة او صفتين اخدتيها من جدك يعني ريم معروفة دائما بيقوله مثلا انتي بتشبه جدك بهذا الموضوع هاي الصفة اخدتها انتي من جدك انا بدي احكي انه بجوز القومية العربية اللي بتتعبني احيانا يعني هاي الصفة اخدتها منه وإلى الشرف اني اخدها منه وفيه صفة تانية بجوز استغربيها من عسكري اللي هي الحنية انه يكون عندك عاطفة وتخلي عاطفتك تقودك وانا اعتقد انه هو عاطفته قادته بالمعركة وعاطفته قادته في حياته اليومية وفي نجاحاته لانه كان يعمل لاخر يوم لكن عاطفته يعني كان دائما هو صحيح الانسان لازم يكون عقلاني ويفكر بعقله مش بقولك فكري بعقلك بس مش بقلبك انا اعتقد انه اخد منه الصفة انه هو كان يخلي عاطفته تقوده والعاطفة احيانا بتكون اهم من اي شي تاني بحياتك لان العاطفة بتكون هي اقدر انه تتخذ قرار نعم صحيح صحيح